في مثل هذا اليوم بالذات من سنة 2012 تحقق الحلم وظهرت قناة جديدة على النيلسات رسمياً هي قناة الشروع عشرتنا أكبر من عشرة الشروع أصبح ردرسة وأصبحت نهجة إعلامياً وأصبح لها مشاهدون وأتباع في الجزائر وخارج الجزائر قبل عشر سنوات كانت الفكرة الآن بعد عشر سنوات صدقوني الفكرة تحولت مشبرك إلى مؤسسة وصرح إعلامي وإنما إلى عنوان كبير أحياناً نسجل برامج لا تبث إذا حست فقط أن هناك خدش ولو الحاجة الأسراء عمري ما ادرت نسب المشاهدة كهدف وكأسس إلاجة ومرحبا بهم تحية شروقية إلى كل الشرقيون الذين حققوا نصر في الاستمار فريق تقليل متوجد في الشروق يعني من أروع تقنيين لموجودين قاع في القنوات كنت أول صوت بان على قناة الشروق في فلافو أوف كست خيارات بلادي يعني شو الله هي ما تراصل في اللحين جلأة في 2012 أنه تكون بنت يعني يتقدم أخبار رياضية استضافة لعبين قداما ومدربين ولعبين حاليين ما نحاولوش تجربة الحالات باش نقولوها والمجتمع الجزائري وش راوفي ما كان ليتحقق هذا الإنجاز لو لم يكن هناك بعض الله سبحانه وتعالى رجل اسمه علي فضيزة بمناسبة الذكرى العشرة لميلاد الشروق تتابعون صهرة السبت برنامج عشرتنا أكبر من عشرة عند التاسعة والربعة على قناتي الشروق تيفي وشروق نيوز